سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة في رسالة الرسول بولس لروميا بيقول لنا كده الرسول بولس ان كل اللي بيدين او بيحكم على غيره بيقول للناس اللي بدينه بتحكم على غيرها دي انكم انتم بالعذر في الاسحاح الاول كان بيقول بيقول الكل انت بالعذر ايها الانسان ربنا بدي لك كل الطرق علشان تفهم قلبه ليك هنا في النقلة دي بيقول لك انت بالعذر لان اللي انت بدين بيغيرك بتحكم بيه على نفسك هو فيك وانت بدين بيغيرك ولكن انت الحكم اللي بتحكمه ده مش على غيرك ده حكم على نفسك انت بدين حد وبتشاور عليه بالخطيئة وانت نفسك بتعمل نفس الاعمال ونفس الخطايا الله فقط هو اللي يدين اعمالنا يحكم على اعمالنا ولكنه يحكم بالحق والله كمان ليس عنده محابقة الكتاب المقدس بيقول كده ان الله ما عندوش محابقة لا يفرق بين لا راجل ولا ست ولا يهودي ولا يوناني ولا يحابي بين خليقته لكن احنا اللي بنعمل كده وفي حلقة النهار ده حنشوف ازاي انه ده واضح في تصرفاتنا الانسانية وازاي ربنا يعدل قلبك ويغيرك انك تشوف من خلال حقه ومن خلال كلامه يا رب احنا بنشكرك انه فعلا انت ليس عندك محابة علمنا يا رب ان نرى انفسنا ونرى بعدنا البعض من خلال محبتك انت اليوم حلقة النهار ده بعنوان متنمرات ولكن سبايا انا اخترت اسم صعب اقوله ورا بعضه لكن الحلقة اسمها متنمرات ولكن سبايا تنمر النساء على النساء شيء الحقيقة قديم جدا دايما في نزاع بين الستات وبعضها الرجال عندهم مباريات اخرى بشكل اخر ولكن فكرة السباق اللي بين الست والست ساعات بياخد شكل فيه تنمر غير عادي مع انه المفروض انه المتقلمين بيقفوا مع بعض وانحنا عندنا قلم كتيرة يعني لكن ده بيحصل منذ القديم لأسباب مختلفة كل عصر ليه شكل حسب تغير العصر والمكان ونمو الانسان من عدمه بنلاقي ان اشكال هذا التنمر بتتغير النهار ده هنتكلم عن المرأة العصرية الست المادرن اللي ممكن تكون لابسة افضل مركة عالمية لابسة شانال ولا لابسة اي مركة عالمية ولكنها تعيش في قيود الجواري وحريم السلطان هنا وهنا في القلب وفي العقل فيعني دي هتكون لمحة كده من حاجة نملاحظها بقالي فترة طويلة لكن كالعادة بقى دلوقتي قبل ما نتكلم في الموضوع نتكلم النهار ده عن خبر الأسبوع خبر الأسبوع النهار ده من الامارات وبما اننا هنتكلم عن تنمر النساء فهذه هي صورة عشان نبقى يعني ايه الميزان كده موزون شوية عندنا دي صورة بقى من تنمر الرجال ايضا ولكن بصورة مختلفة عندنا امثلة كتيرة جدا في الكتاب المقدس وفي الحياة عندنا في الامثلة الشعبية عندنا امثلة كتيرة جدا عن اللسان يقولك مثلا ايه لسانك حصانك انسنته صانك وانهنته هانك ويقولك مثلا ان الكلام منفضة اذا كان الكلام منفضة فالسكوت من داب وغيرها من الامثلة الكتيرة انه ازاي الكلام اللي بتقوله ان لم يكن موزون حسب قلب الله دائما تقع في خطيئة خبر اليوم النهاردة بدأ بكلمتين تويتا صغيرة من الامارات التويتا دي فيها واحد مصري بيكتب عن رأيه في موضوع الستات المحجبات واللي مش محجبات انا حطت لكم التويتا دي في حلقة قبل كده لاني لقيتها لوحدها كده واستفزتني جدا بصوا التويتا بتقول ايه التويتا بتقول انه المتكلم هنا في التويتا دي صاحب الحساب الراجل اللي اضطرد من الامارات ده اسمه ابراهيم خليل هو مصري مقيم في الامارات لسه هنحط الفيديو بعد دقيقة بس خليني اشرح للمشاهدين اللي حيشوفوه في الفيديو ده لانه مكتوب مش بالصوت التويتا بتقول هو لو كان واحد مننا لو كل واحد مننا اشترى مقص وقابل كل واحدة مش محجبة ام قاصص لها شعارها مش هتلاقي ولا واحدة من غير حجاب شايفين المنطق؟ حد بعد كده بلغ عنه فطردوه من الامارات لانه ده اعتبر تنمر وتشجيع على الارهاب او الازية او العنف خلينا نشوف الفيديو وبعد كده اقول لكم تعليقه هو الشخصي بقى بعد ما اتطرد ايه نشوف الفيديو ادي التويتا بتاعته هو بيقول لك ده ايه وحاطت الوش بيدحك فاللي تحت بيقوله انت قدل اللي انت بتقوله ده واحد بقى بلغ عنه وفي سلطة المملكة في الامارات وفعلا قاموا وجدوه وتردوه هو بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول كده انه في بيقولك الواحد انه تلاقه بيتعلم حاجة مهمة جدا ان مش كل اللي حواليه بيحبوله الخير عجيبة جدا يعني ده اول التعليق بتاعه انه ازاي انا مبتلة ومش كل اللي حواليه بيتعلمه الخير هل حضرتك اتكلمت بالخير؟ ده سؤال حاجة تانية بقى في التعليق بيقولك ايه؟ انه مش كل حاجة الواحد يهذر فيها فانا قلت طب كويس يعني كويس انه هو اخد بعض المسئولية بس ايه استاذ ده مش هزار هل لو واحدة اتقصش عراها بسبب تعليقك ده كنت هتحس بالغلط ولا كنت هتقول ايه؟ طب كويس ان اخترعت حاجة بقى انا عملت ترند احسن تستاهل ده سؤال لازم تواجه بيه نفسك ومجتمعنا يواجه بيه نفسه لانه الست من منظور المجتمع العربي الاسلامي مستباحة ان لم توافق على ما هي عليه فهي مستباحة بالنسبة لك بعد كده بقى يتكلم عن كاربو ان كلامه كله انتو عارفيني يعني انا كلامي كله هلس وزار وانه يعني يا جماعة كل واحد يخلي باله من كلامه علشان ممكن حد يبلغ عنه شوف حاجة عجيبة مش عشان انه انا تعلمت ان كلامي ده تنمر وما ينفعش وانه تحريد على العنف وخرق لحريات الناس واستهزاء بكل امرأة حواليك من علتك للشغل للشارع استخفاف بحرية الانسان طب ما تيجي تقصوا واحدة شعرها في الشارع ما بعد كده واحد مطول شعره هتقول عليه ده شاز ولا حاجة تقوم غزه بسكينة ولا قصسته شعره برضه ده تحريد على العنف وانتهاك للانسانية دي مش مجرد تويته الكتاب بيعلمنا كده انه من فضلة القلب يتكلم اللسان انا عايز اقرالكم من من رسالة يعقوب بيقول كده هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما الكلمة دي مهمة جدا انك تفهمها وانك تفهميها على فكرة لسانك ممكن يقول كلام العضو الصغير ده ممكن يقول كلام يخرب بيوت يتسبب في قتل حد يتسبب في خراب عيلة وزواج ومثلا يعني مثلا كتير الكلمة اللي بتتقال ان ما كانتش موزونة وللبناء فهي تؤذي لكن هي ايضا مثل للانسان اللي هو يعني كلنا ولا حاجة وفاكرين نفسنا حاجة وفاكرين نفسنا بنفهم احسن من بعض وكل ده يجب ان ننتبه لانه الانسان ان لم يتكلم للبناء ان لم يقدم للبناء ان لم يكن قلبه حسب قلب الله فلا يمكن ينتج منه الا ازى بيقول كده انه اللسان ده به نبارك الله الاب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة يجب ان احنا ننتبه انه كلمتك انا هتكلم للعابرين هتكلم للمؤمنين لاولاد الله ان لم تكن كلماتك للبناء لمجد الله لتعديد اخ او اخت لمساعدة حد على انه يستقيم في الطريق امام الله فلا تتكلم صلي فقط صلي فقط لانه اذا كان كلامك الفم ده بيخرج منه البركة واللعنة في نفس الوقت فلسانك وفمك لا يمجد الله لا يصلح يا اخوتي ان تكون هذه الامور هكذا العلا ينبعا ينبعا ينبع من عين واحدة العذب والمر هل تقدر يا اخوتي تينا ان تصنع زيتونا او كرمة تينا ولا كذلك ينبعا يصنع ماءا مالحا وعذبا الله عايز قلبك يخرج منه كل عذب كل نظيف كل مقدس وانك تكون انت قدوس كما هو قدوس انا هصلي من اجل الاستاذ ابراهيم خليل بصلي من اجلك ان المسيح يلمس قلبك وانك تعرف انه الله عايز يحتويك بمحبته فلا تشعر بكرب ولا تشعر بابتلاء ولا تشعر بضيقة ولكن تشعر بتوبة وتشعر باشتياق لمعرفة الله اخوتي ما فيش حاجة اسمها ابتلاء الله لا يبتلي والله لا يجرب بالشرور ولكن المبتلي الحقيقي هو اله الاسلام الشيطان اللي بيزرع فيكم هذه الافكار الشريرة بصلي ان الله يلمس قلبك ويغير حياتك وانه يفك عنك كل ازمة وقرب في اسم ياسوح امين دلوقتي بقى نرجع لموضوع حلقتنا النهاردة وهو متنمرات ولكن سبايا انا لاحظت الحقيقة في الفترة الاخيرة تطور في حالة التنمر وهجوم الستات على بعضهم والحقيقة بطريقة تخليك تتساءل عن دوافع التنمر ده وايضا الاتجاه الى الدفاع عن الرجال والتعظيم لصورة الراجل الراجل في المجتمع الشرقي وكأنه يعني هو لسه محتاج انه حد يعظم فيه يعني انت عندك القرآن عمل الراجل مركز كل حاجة في العيلة وفي المجتمع وكل حاجة لكن انا ملاحظة انه فيه اتجاه كده لانه الناس بقيت حطى الرجالة كأنهم آلهة في وسط العيلة مثلا فبقينا نسمع ستات تقولك ايه عبارات عجيبة جدا تقولك الراجل وتد في المجتمع طب ماشي والست ايه الراجل وتد في المجتمع والست تعتبر ايه يعني مصمار مش فاهمة يعني حشيش مش فاهمة انا يعني الراجل وتد في المجتمع كيف يكون الراجل وتد لوحده في المجتمع المجتمع الاسرة راجل ست عيلة اسرة الكل مع بعضه بيبني المجتمع لكن الراجل لوحده وتد ليه ده دي من العبارات اللي القيطة بتتكرر كتير قوي من ستات كتير في يعني بيطلعوا يا اما اعلاميات يا اما بيطلعوا يتكلموا في برامج في الاعلام ويقولك ايه ولو هدينا الراجل في المجتمع يبقى احنا ضيعنا فطب لما تهد الست هيحصل ايه وده اللي بيحصل تحجيم السيدات في المجتمعات الاسلامية ده هو اللي حاصل ده اللي احنا متعودين عليه لكن لو اخدت اي حق من حقوق الراجل اللي انتو بتقولوا عليه حقوق الراجل لو نقصته حاجة ولا لو قلتله مثلا شارك في البيت ولا اعمل شارك في تربية الاولاد او شيل عن مراتك بعض الحمل او حاجة زي كده يبقى انت كده بتهده بتاخد من كرمته بتاخد من الصورة المرسومة لسبع البرومبا الس السيد طب والست حط كده صورة الس السيد وصورة امنة امنة دي مش مهدودة لا دي مهدودة ومتكسرة وملهاش اي يعني برغم من انها شايلة لبيت كله لكن ليس لها وجود ولا ذكر ما لهاش شخصية ما لهاش ارادة ما لهاش اختيار فهل ما عندناش لسه الصورة دي مش لسه موجودة بس بقى ايه بشكل مودرن واقوى ويعني بيلمع شوية فيه تشويه لمعاني ومفاهيم واصول كتيرة في المجتمع وخاصة المجتمعات الاسلامية ومنبعها الاصلي الثقافة الاسلامية في التفرقة بين الرجال والنساء الناتج بقى عندها بنشوفه فيه فصائل زي اللي حقدمها لكم النهار ده دي فيه واحدة اسمها مونة ابو شانب الحقيقة الست مونة ابو شانب دي بقالها فترة طويلة بتطلع تقولك الستات والعنوسة والرجل لازم يتجوز اربعة او يبقى لازم الزوجة التانية ولا توافق على القوانين بتدي المرأة اي حقوق في الزواج وكل ده فبتعترض اي قانون يدي المرأة اي حق تلاقيها طلعة كأن يعني العداوة بينها وبين النساء اللي بتتكلم عنهم حاجة غريبة لما تشوف لها بقى بعض الفيديوهات اللي بتعملها على الفيسبوك بتسمي نفسها اعلامية الاعلامية مونة ابو شانب انا مش شايفة اعلامية في الموضوع خالص انا شايفة انه فيه واحدة عندها شوية ضغوط نفسية عايزة تطلعها علشان تبان انها مناصرة الرجال هتاخد مكان ازاي عند الرجال وفي المجتمع الا اذا هجمت الستات عايزة اقول لكم بعض المقتطفات من الحاجات اللي بتقولها انا بشوفها يعني احيانا ييجي فيديو كده لما كون بعمل الموضوع ممكن تكون تكلمت عنه وخاصة تعدد الزوجات خاصة يعني الموضوع ده فبشوفها بتتكلم لكن لما بتحط الفيديو بتاعها بيطلع لك بقية العنوين والحاجات دي انا ما بحبش اتكلم عنها كتير لانها متطرفة في الافكار وهي متمسكة بالاسلام صحيح ولكنها يعني زيادة قوي في اهانة الست في المجتمع فما بحبش احط لها فيديوهات في عندنا كفاية من الكلام ده لكن خليني اقولكوا بعض الحاجات الجمل العبارات اللي هي بتكررها تقولك لو الستة ما سمعتش الكلام اديها على دماغها اديها على دماغها دي هتقولها في كل فيديو هتسمعها هتلاقيها قلتها مرة او اتنين او تلاتة تقول للستة اللي مش عايزة جوزها اتجوز عليها تقول لها ما تبصي في المراية بصي لنفسك في المراية انتي يعني شايفة نفسك ايه يعني ما تجوزش ليه وحاجة غريبة جدا بقى كمان من الحاجات اللي لاحزتها عند كل الستات اللي بيكلموا ضد الستات ومع الرجالة يقولك ايه هو ايه موضوع ان انت عايزة تروحي الاهلك كل شوية وليه اهلك عايزين يجيوا عندك كل شوية وليه عايزة تطبخي الاهلك وما تطبخيش لاهله وايه موضوع انك اسمعي كلام امه وايه دي الامه المفتاح ومفتاح البيت وهي هي اللي رب تجوزك تسمعي كلامها ايه ده وتقول للراجل كده مونة بوشانة بقى بالذات تقول للراجل كده انه انه ما تخليش مراتك تروح عند اهلها ولا تغضب عند اهلها ولو راحت عند اهلها تجوز عليها وتقول للست ما تبصي ان نفسك في المراي ايه يعني عايزة 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 هي عايزة تعرف ليه انه هيتجوز عليها مش من حقه عاملة حلقات بعنوان ما تسمعش كلام مراتك لو حاجة زي كده يعني فيها حاجات بقى غريبة قولك ما تسمعش كلام مراتك لو قالتلك انها عايزة تسيب البيت ولا تروح تزور اهلها ومش عارف ايه الست ما تسيبش البيت الا لظروف قهرية يعني مثلا تكون ضربتها ضرب موت مثلا ولا حاجة فممكن تروح عند اهلها في الحكاية دي اديها على دماغها اهو يعني هي ما عندهاش مانع انه الست تخرج لو اتضربت ضرب موت بس يعني ايه ما عندهاش اي اختيارات تانية يعني طبعا عشان بتقولها لو اتضربت ضرب موت دي يعني معنى كده انها بتتضرب كل يوم عادي يعني بس قلمين مثلا تلطيشة هنا تازا حلف وشها هنا مفيش مشكلة لكن يعني لو متعورة بقى ومدشدشة تروح تتطبب عند اهلها وبعد انت بقى ترجع عشان تكمل عليها يعني ما هو كلام لي معاني يعني اضبطي المعاني اللي انت بتقوليها ده اللي انتوا تعودتوا عليه لانه ملكية الرجل للمرأة خلاتك تقتنعي انه الافضل ان انا اقول اه ووافق وكده ويبقى بقراتي وخليه روح يتجوز وخليه يعمل كل حاجة ودلعه ونغنغه ومش عارف ايه علشان علشان يقولك انا متجوز بقى ايه ستة الستات اوكي وبعدين تقوله ايه ما تسمعش كلام زوجة في النهاية حتدخلك النار يعني ايه ما تسمعش كلام زوجة في النهاية حتدخلك النار اختيارات الانسان هي اللي تدخله النار واللي تخليه بقى في سلام مع الله لكن من من الاساسيات في الاسلام انه اذا الزوجة ما كانتش بتعمل كذا وبتسمع كذا وبطيع كذا تدخلك النار ممكن انت تدخل النار بسببها يقولك ايه شور الست انصحت خراب سنة وانخابت خراب العام كله يعني دي واحدة ستة بتتكلم على الستات بتقول كده اشاورها اه لكن هي ما لهاش رأي ولو امرتك ما ثابت البيت ما تسألش فيها وروح تجوز في حاجات في الاسلام بتخلي المنظر الست يعني يشاورهن وخالفهن مثلا ليه دي ان اللي هتقوله غلط الاية القرانية اللي بتقولك او من ينشأ في الحلية يعني هي هتفهم ايه دي ما تقدرش تتكلم عن نفسها ما تقدرش تساعد نفسها دي واحدة من الناس اللي يعني بتتكلم عن الستات بهذا الشكل دائما خليني اخد مكالمة وبعد كده نشوف المسأل التاني اخ زكريا من المغرب اهلا بيك اخ زكريا ازايك سلام عليكم السلام المسيح اهلا بيك اهلا بيك نعديها لك يا زكري والله نفرحان شكرا يا زكري اخبرك ايه في نعمة المسيح اه احنا يعني من بعد كورونا يعني انا ما تلقحت شيش يعني بلقاح كورونا يعني الحمد للرب يعني لقاح سيطان دير اه معلش خلي رأيك في اللقاح ده حاجة تانية انا بتكلم عن حياتك مع ربنا انا انت تعرفين الان بعد كورونا يعني العلاقات الان يعني متربجة يعني العلاقات الاجتماعية كورونا حددت كتير من العلاقات يعني المغرب القوضة يعني المغرب القوضة يعني المغرب القوضة عارمة الرب يحيطك برجال الله الاطقياء اللي يعينوك على معرفة الحياة مع الله بشكل افضل كل يوم دي صلاتي ليك نحن الدراس يعني حتى زهودي في إسرائيل اليهود يعني أصبحت الان مع إسرائيل علاقات قوية بفضل يعني لديه علاقات مع السفير إسرائيلي كويس ربنا يساعدك اليهود المغاربة كويس ربنا يساعدك تساعد أهل بلده يعني بفضل ملك نصره الله يعني العلاقات مع إسرائيل نحن تطبيق مع إسرائيل كويس وأنت أنا سعيدة كمان أنك بتصلي من أجل الملك الكتاب بيقول لنا أن احنا نصلي من أجل القيادات والسلطات ربي باركك يا زكريا عايزك تسمع بقى بقيت الحلقة عشان تشوف اللي حصل خليني أقدم لكم بقى نموذك تاني السيدة اللي هقدمها لكم دلوقتي هي محامية بتتكلم في موضوع القانون الأحوال الشخصية اللي بقى لهم أربع سنين عملين يشتغلوا عليه ولسه مخلصش ده فشوفوا يعني مهمنيش بقى رأيها في القانون هنا أنا عايزكوا تسمعوا اللغة دي واحدة من الستات اللي تقول لك الراجل وتد الراجل وخاصة الراجل المصري تقول لك الراجل المصري ده محبوب جدا في الدنيا كلها وكمان يعني ده المهندس والدكتور وده 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 الراجل هو الوتد خلينا نشوف تعالوا نشوف الراجل المصري يوصل لده جميل إيه وخدوا بالك الراجل المصري ده الضابط ودكتور ومهندس وطيار وقاضي ومستشار ومدرس حاجات كتيره قوي 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 حاجة كده اللي هي وتد المجتمع فما ينفعش ان احنا نهد الوتد ده على حس حاجات كلها مش بتاعتنا دلوقتي بقت في حاجة اسمها دي حاجة اللي هو قادي مين دول انتوا مين انتوا بتقولوا يا جماعة انا فيك يا أستاذ محمد أنا ضدت جدا كلمة المساوي ضدت جدا وبقولها على مرأة ومسمع من الكل في كل مكان فيش حاجة اسمها ان انا رأس برأس مع جوزي او رأس برأس مع ابويا او رأس برأس مع اخويا يعني هي عدد بس عليكم بسرعة هي عندها مشكلة في موضوع انه فكرة strong independent woman بتقولك انه يعني المرأة القوية المستقلة استقلال المرأة وقوتها لا يعني انها جزء من الاسرة وجزء عامل في الاسرة وجزء يحتوي الاسرة وكلام ده كله لكن هي انك تحط كلمة قوة جنب كلمة امرأة دي مشكلة عند الناس كتير لكن الست اللي انتوا شايفينها دي ده نوع وشكل جديد من البروباجندا بتاعة الستات اللي عايزين يحجموا الستات الاخرين اللي شكلها بقى ايه لا هي محجبة ولا يعني وحتى مكياج وكل حاجة ومحامية وبتشتغل وكلام من ده لكن في الاخر هتلاقيها بتربط كل حاجة بتقولها بالشرع والدين والتحيز اللي عندها برضو من نوع يعني انا خليني ادي لك المساحة دي عشان انا بقى احسن من غيري عارفين الناس يقول لك ايه انا يعلوا على بعض فيقول لك بالانجليزي يقول لك ام جانا دو وان اوب يعني هاطلع خطوة اعلى منك انت هتقول انا هصوم يوم انا هصوم اربعة هي دي بقى كده يعني انت هتقول الست يعني تشتغل وتطبخ وتمسح وتكنس انا هقول لك لا مش بس كده ده انت تتجوز عليها وتجيب اتنين ثلاثة ويعلوا بقى وما لهاش حقوق لو طلقتها والكلام ده كل لما تسمعوا الانترفيو ده كله هتصدموا وبعدين الارامي بقى على انه اي حاجة تعطي للمرأة نوع من الحرية والتغيير في حياتها او ملاحظة حقوق المرأة يعني انت لحظي ان الست ليه حقوق معطعة لها كانسانة من عند ربنا ملاحظة حقوق المرأة دي لما بتيجي تحصل في حياة الناس دي تبقى على طول جاية من الغرب والغرب الشرير ومش عارف ايه لا ده مش حقيقي ده موجود من زمن قديم جدا الست المصرية كانت دايما بتحاول انها تكون مشاركة في المجتمع وتغير حياتها وتشارك في الانتخابات وتشارك في بناء المجتمع وتشارك في السياسة وتشارك في كل الاعمال يعني هو الرجل الدكتور المهندس الطيار ده وده والست لا ان اذا الست المصرية والعربية عموما المسلمة ما خدتش حقها في انها تكون طيارة وانها تكون قاضية وانها تكون دا ولا دا ده لانه الدول الاسلامية تحجم المرأة حسب القرآن والحديث فيبقى مش هيفلح اللي يولي مرأة يخلي الست ما تقدرش تدخل المراكز دي كلها وانه الست لازم تقعد في البيت يبقى الست هي اللي تقوم بالبيت كله وما تخرجش وتبقى محدودة والكلام دا كله حسب الشرع فولكن مع ذلك الستات حربوا علشان يقدروا ينمو ويبقوا جزء من المجتمع علشان يبقوا مفيدين لعائلاتهم وأولادهم ويربوا الأولاد على كده كمان فده مش من الغرب ده من الحرية اللي وضعها الله فينا وبقين تقول لك انا مليش في كلمة المساواة دي انا ما بحبهاش أبدا وبقين رح اجملت ايه عشان توريلك انه الفرق هنا مش الزوج مش انتي طيعي زوجك فقط لا ده فيه الزوج والأب والأخ انتي هتفتكري انك هتبقي زي جوزك ولا أخوك ولا أبوك ما تقدريش بقى عندك مساواة بدول الأب ليه مكانة مختلفة الأب ليه مكانت الأب نكرمه أب وأم اللي اتنين في مكانة واحدة يكرم لكن الزوج والأخ اللي اتنين على مستوى واحد من الست دي شراكة ودي علاقة أخوة في ستات كتير بيربوا اخواتهم يبقى احسن منها ليه ولا يعلو عليها ليه شايفين الفكر شايفين الاتجاه في الفكر اللي يخلي الراجل مثلا الأخ دلوقتي يبقى ليه حق انه يتعود انه الأخته مسمعتش كلامه يقوم يلطش مش كده ده الفكر المليان بيه المجتمع نشوف الفيديو اللي بعد كده هي نفس المحامية دي بتتكلم انه همني بس كلامها هي مش هممني الرد أو ردود الناس اللي حواليها لكن نشوفها تقول ليه في الآخر يقول لك ايه راجل ما يتجوزش اللي بعلمي الاولى في حين انه من ضمن المطالبات اللي تضحك وتعزي في نفس الوقت ان الستة تتجوز من غير ولي الكلام ده يا جماعة هو احنا هنشرع تشريعات جديدة اخترتي غلط اتحملي بقى المجتمع عب ولود وضغط نفسي وعصبي وتعود التجري وتزايدي بحاجات انت اصلا اللي غلط انت المشكلة فيك انت الستة طبيعتها اللي هي دايما بيبقى عندها نوع من انواع دي حاجة ربنا خلقها فيها خلاص انت خدتها هوتها تلاقي الدنيا بتزيد 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 معاها وبتعلى بتعلى بتعلى معاها في مقابل اخر الراجل دلوقتي وانا لسه بقول تاني الراجل ده ده وتد المجتمع الستة بتاعت الوتد دي انا انه يعني اوكي يقولك ايه انت الراجل ازاي يقول الستة يعني ما يتجوزش اللي بعلمها لا طبعا بقى الحاجة اللي تعر دلوقتي ان الستة عايزة تتجوز من غير والي الاصل هنا ايه طبعا الشرع الاسلامي مفيش حاجة اسمها ستة تتجوز بولي الولي بيعمل ايه ايه دور الولي في العلاقة الزوجية يعني الاب ايه دوره الاخ ابن العم العم الراجل اللي لازم يكون فيه راجل واقف من العيلة علشان يمضي على العقد ويقول انا انا اللي موافق على جوازها هي مش المسألة ان ده هيبقى سندك وضهرك ومش عارف ايه ده ده طبيعي سواء عندك حد يمضي على العقد ولا يجاوزك ولا ما يجاوزكيش ولكن ده ده العادي ده ده اللي الاسر بتعمله انها تكون مسندة لبعضها وفي حالة الجواز بتبقى مسندة ليكي ولجوزك فيعني انا مش فاهمة حدة الولي دي حاجة اسلامية بحتة لفرد سيطارة الرجل والزوج والأب والكلام ده كله علشان خاطر الست تفضل محطوطة في مكانة تحت الراجل في كل وقت مفيش حاجة في المسيحية اسمها ان الست في الجواز يبقى ليها والي انتو بتشوفوا انه في حد مثلا بيمشي مع العروسة أبوها بيمشي معاها في يوصلها لجوزها لكن ده مش معنى انه بيمضي انه خد حت انا ما بعلوش غسالة امضي لا ده ده بقى المثل الحقيقي في السابورت بتاع العيلة انا بديلك بنتي انت بقيت جزء من العيلة وغلاوة البنت وغلاوتك يعني حاجات كلها روحية وانسانية ومشاعر ومفاهيم اجتماعية حلوة جدا لكن ايه سر انك عايزة دايما يبقى فيه والي يعني حضرتك بتقولي ايه عن نفسك الست اللي بتتكلم بالشكل ده حضرتك بتقولي ايه عن نفسك انك ما عنديكيش فهم ووعي وارادة كاملة انك تاخدي قرارات وعية وثبتة في حياتك انتو ليه عملتوا الولي عشان البنت اللي بتجوزوها وهي عندها خمس ست سنين فتضيع حياتها ويضيع مستقبلها واجهوا بقى انتو نفسكوا بالكلام ده وانتو قولك نقطة تانية بقى هي الستة عايزة تشايل للمجتمع غلطتها لانت اخترتي واحد غلط احنا ندفع عليه دي محامية هي اخترت واحد غلط غالبا الستات اللي بيتجوزوا مجتمعات الفقيرة هم ما بيختاروش الاهل هم اللي بيختارو فالمجتمع اللازم يتحمل ويعين الستة والاطفال يا دكتورة يا محاوية يا انسانة لكن انت عايز تطبطبي على الراجل حاجة غريبة جدا وتقول لها المشكلة فيك انت نفس الحكاية بتاعت ام شنب مونة بو شنب هي نفس الحكاية المشكلة فيها هي ده بتشاوري على ست بصي لنفسك انت بشايفي شكلك في المراية ايه ما هذه اللغة في الكلام ايش عرافك انت بتحكمي على علاقات عامة ولا بتعملي قانون لمناصرة الانسان والاسرة والاطفال يعني وهكذا وبعدين فكرة انه بتتكلم عن طبيعة الستات عموما اذا انت ادت لها مش عارف ايه فحتزيد وتعلى وحتى يعني هتتوغل وتنتشر يعني يعني انا اسفة لا ده الانسان الطماع اللي ما عندوش اخلاق ده الانسان عموما بس يعني سامحوني احنا بنشوف مين اللي بتديله ارات ياخد الفدان كله الراجل الراجل يبقى عايز يفرد سلطته على الست ويوريها لا ما تخرجيش ما تعمليش ما تتكلميش انت عملت كده ليه اتباح لها القطة خوفها من الاول مش عارف ايه لانه خايف لو اتكلمت زي ستات اللي عملوه في محمد ده اما اول ما طلع كل ما يتكلموا يبينوا خبته انا اسفة كل ما يتكلموا يبينوا عورة الاسلام وغلطاته فالرجال اللي من النوع ده خايفين من الستات اللي بتتكلم لانها هتقولوا لا اللي انت بتقولوا ده غلط شوف بقى لما اما الست بقى ايه تحب عشان يعني بتاخد كان بونت بقى وهي بتتكلم هنا شوف الفيديو اللي جاي ده عايزة بقى ايه تاخد الضربة الاخيرة بقى هتقولهم عشان تبسط الرجال تفضلوا بقولوا مجتمع الزكوري بقى امرت ايه يا استاذ بنحان بقى امرت ايه المجتمع الزكوري فين وانا شايفة ان التعدد في الزمن الراهن اللي احنا فيه ده فرد عين لا التعدد ده اي حد عنده عقل يقول لا لازم تعدد لازم انك انت تعمله من باب اللي هو لو انت فعلا بقى عندك ايه اخلاق وزمة وضمير وست لازم تساعد في ده طبعا انا ضد ان اللي قولة تعرف طبعا اللي قولة تعرف ليه عارف ان هي كملت ايه انا هبتدي من تحت واطلع تاني بقى اقول لكم على اللي قبل كده هي قالت ايه انا ضد ان اللي قولة تعرف ليه انت بسقول لها انت هاب لا انت عايز تعرفي ليه احسن ده انت لو عارفة عميل نفسك مش عارفة علشان خاطر يعني ما توجعيش دماغك بالزمة ده بيقول ايه على شكل العلاقات الزوجية اللي موجودة على الارض دلوقتي يعني واحدة مثلا تبقى عارفة ان جوزها متجوز وده على فكرة انا شفت ناس في عيلتي عملوا كده تبقى عارفة ان جوزها متجوز وعنده عيال ومش عارف ايه بس انه بتتكلمش في الموضوع ده خالص ملاش دعا تخرج مع جوزها والناس تقول لها انت عارفة انه متجوز مش عارف ايه تقول لهم لا لا انتوا غلطانين انا معرفش مش عايز حد يكلمني في الموضوع بقى عادي ده الترند العادي انا مالي ما انا بقى كله واشرب ومش عارف ايه والرجل يبقى هنا يومين تلاتة ويروح يغيب يومين تلاتة ايه ده ايه نوع الحياة دي ايه ده يبقى انت عايز ايه من الراجل ده اللي انه يؤكلك ويشربك ويصرف عليك وكلام من ده واللي بقى اللي عايش عشان العيال واللي يعني ولكن ليس هناك اي يريد توقف في الشاشة بليز ليس هناك اي صورة للعلاقة الانسانية اللي بتعتمد على ثقاتنا في بعض وبناء العيلة مع بعض دي حاجة غريبة جدا يعني وتقولك لا ما تقولش للزوجة ايه ده طيب في نقطة تانية قالتها عايزة اعلق عليها سريعا قالت اه التعدد فرد عين اوكي حتة انها توصل لانها تقول التعدد فرد عين يعني اولا هي حتغير يعني هي عدت الول فقهاء المفروض يعني انا بقى في رأيي التعدد فرد عين زوج علشان خاطر في ساعة في الاسلام انك تزوج عشان يعني الرجالة يعجبوا بهذه الشخصية نصيرة الرجال مونة بوشنب والاستاذة انا نسيت اسمها انا اسفل عالميش سامحوني ليه كده يعني ايه فكرة انه الست لازم وتقولك انا مش موافقة مجتمع الزكوري ايه ايه مجتمع الزكوري ده خلينا نروح الفكرة اللي بعد كده حنلاقي انه فكرة عقلية السبية عقلية المرأة اسيرة الافكار اللي بتخليها تتصرف في حياتها وتتكلم في حياتها وتتنمر على الاخريات في حياتها لانها عندها حتة الانصياع للقانون الاسلامي لفكرة سيطرة الراجل بهذا الشكل فتقبل انها شخصيتها تتلغي افكارها تتلغي حياتها تتلغي في سبيل ان هذا الرجل يوصل او انه يكون في حياتها راجل بهذا الشكل فتلاقي فكرة السبية على فكرة ممكن تسيبوا الشاشة دلوقتي مش محتاجها ففكرة العقلية السبية دي هتلاقيها من توب الاعلامية الدرجة 15 دي زي الاستاذة ابو شنب او المحامية او الاعلامية المودرن اللي اسمها بقى ايه ياسمين عز مثلا ياسمين عز بالذات لما كل ما تفتح بقها احس ان انا في سلسلة قصر الشوق وبين القصرين والسكرية والكلام ده كل هي الست الدلوع اللي هتديله هي مش امينة لكن هي التانية اللي متدلعة قوي اللي هتديله كل اللي هو عايزه هو عند هند رستم متدلع وسسايد برضو وعند امينة سسايد من نوع تاني الست اللي زي كده من نوع ياسمين عايزة دي تدلع وتعمل لكن هي مودرن وشيك وكلام ده لكن كل ما تفتح بقها تحس انه ليس لها فهم او هذه النوعية من الفكر مش بشخصانها هي هذه النوعية من الافكار ليس لهم فهم عن موضوع العلاقة الزوجية الانسانية اللي فيها تلامس روحي وفكري وعقلي وانساني هنا بتلاقي حاجات كلها جسدية شكلية فيها ضياع لشخصية المرأة لدرجة انها تبقى ايوة نعم حاضر زي السبية زي الشغالة في البيت يعني فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي وهي بتتكلم عن الملكة ايه معنى الملكة عندي ياسمين عز تفضل بقولوا مجتمع الزكوري بأمرت ايه يا استاذ جمح موضوع انها ما تحسش انها جاريا انا بحس انها بفكر رائد بايشوف الكلام ده لك بص بكلام مش عارف ايه وجواري انتو بفرجوا على حريم السلطان الحاجات التوركي دي انا بشوف الستة حتى لو بتهاود بتمشي حلها حلو جميل لو جات وانت متدايق قلت لك حضر ونعم انت دخلت هتفتش في النواية ربنا خلاص ماشي تدني ما بقولش تيجي عمسان بقول تهاود تهاود يعني مش شرطه هو داخل بتدايق او ناقش اهاود اهاود وبعدين افتح الموضوع لما يكون ريق الاستاذة الدكتورة اللي كدت انه يعني الست مالكة في بيتها عمرك شفت ست بتقول كذا بتعلي صوتها بتشوح مش عارف ايه الست المالكة دايما تقول نعم وحاضر لا مش المالكة اللي بتقول نعم وحاضر الشغالة اللي بتقول نعم وحاضر انها بتنفذ الاوامر الموظفين اللي في البيت هم اللي دول تقول لا شيل الكرسي بين هنا حطه هنا يقول لك حاضر نعم هتقول لك حاضر ونعم انا عايز دا تنظف النهار دا حاضر ونعم انا عايز بكرة اكل كذا حاضر ونعم لكن مراتك في البيت هتقول لك لا الحقيقة دا حيبوز الدكور فانها مش عايز اهن مثلا يعني او تقول لك مثلا لا الاسبوع دا احنا مش هنطبخ دا لانه هنغير نظام الاكل في البيت عشان كذا فتقول لها ليه وهكذا مثلا يعني الزوجة ليها كلمة اما بقى فكرة الملكة فواضح ان احنا ما عندناش من كتر ما ضحكوا علينا بحتة المرأة المسلمة ملكة وجوهرة دي فضاعت فكرة يعني ايه ملكة والعجيب جدا ان احنا يعني لسه الملكة اليزابس اللي قعدت تحكم سبعين سنة يعني لسه منتقلة قريبا جدا ولما تسمع عن الانجازات اللي عملتها الست دي هي اللي كانت بتحكم هي اللي كانت بتقود على فكرة جوزها الملك كان ملك اسمي كانت بتحكم بتقود وكانت زوجة وكانت ام وكانت جدة وكانت يعني محبة لشعبها جدا وما بتقولش ايوة نعم حاضر لكن بتدي قرارات وبتغير حاجات وبتغير مصير دول الملكة زي كريوباترا زي زي حاتشبسوت زي الملكة اللي اللي تحارب وتقود جيوش ومع ذلك بتقود بيتها برضو على فكرة الكتاب المقدس بتكلم عن الرجال والستات وبيقول لنا ان احنا ملوك وملكات وكهنة يعني احنا الولاد ربنا احنا ملوك وملكات لاننا اولاد الملك فما بيقولش الراجل ابن الملك والست لأ لا بالعكس بيقول الراجل والست اللي اتنين اولادي فالتنين في نفس المستوى والتنين يخضعوا بعضهم لبعض وبيقول المؤمنين كلهم اخضعوا بعضكم لبعض الحياة مشاركة مش الست تقول اي نعم وحاضر وتهوده وتاخده على قد عقله على فكرة ده كلام بيقول ان الراجل لازم يدادة لانه طفله يتاخد على قد عقله مش الست اللي ما عندهش ارادة يعني شايفين انعكاس الكلام ما فيش عمق في فهم ما نقول شوف الفيديو اللي بعد كده يعني دا ينقت شوية حب تاني يلاقي بوز يلاقي شكاء بكاء يلاقي دكتورة سعاد والنبي دكتورة بس عشان موضوع دا ممكن تتريب بكلمة بس يعني يعني يبين بفلوسه والموبيلية ولا الأساس بفلوسه والسجاد بيقولك استجاد علينا موصحات بيجيب استجاد بفلوسه برده مش كل الطبقات وتقول له لا عجزمة بره ما تدوش على السجاد دا انا حط فساتين المركاد تحت رجله دوس عليها حبيبي دوس عليها لان انت جايبة بفلوسك انا مش قصة فلوسه على قد لا هي تقدير بسبب جد والله مسمعنا والله تقول له ايه لا عجزمة بره انا ليس تغسل السجاد كده بالأمر كده بالأمر دي دي متمردة متمردة دي لا لا انا بتكلم عن نواية دي دي مش طبيعية لكن انا ما بتكلمش خلي بالي كبير دكتور لا بتكلم عن ستة الغالبانة اللي وفا طول النهار في المطبخ ايوة اللي شايلة العيال اللي بيت فوق دماغها بتكلمش على دي خالص عشان دي دي تستحق دي انا بتصعب علي كتر خيرها انا بتكلم على القوية لا طبعا عيب يعني ايه اقول لجوزي اقلع الجزمة وانت على البيت عيب حتى دي اخير انت فقت مع عيب لا لا اقول لنا مجمعين بان هذا غير مقبول انا مش قادرة اصدق انه الاربعة اللي قاعدين كل واحد منهم عنده فكرة وطريقة تانية بتكلم بيا لكن الاربعة وافقوا على انه لما الزوجة تطلب من جوزها انه يقلع الجزمة عند الباب يبقى عيب اولا انا يعني عمري بسميت حاجة زي كده لو كانت زوجة والدي قالت له يا ريت بقى تقلع الجزمة عند الباب كانت هتعمل ايه كنت هتحط له الشبشب جنب الباب فيبقى هيقلع الجزمة جنب الباب زي وزي كل الناس اللي في البيت الست اللي بتقول نظامنا ان احنا نقلع الجزمة جنب الباب دي على فكرة دي حاجة توركي مثلا ده الاتراق كلهم بقلعوا الجزمة جنب الباب ويدخلوا او او مثلا الناس اللي عايشين في الغرب كلهم بقلعوا الجزمة جنب الباب لانهما مثلا علشان خاطر مايدخلوش التراب في البيت والوساخة في البيت ويقللوا انه كل شوية نعمل الفاكيوم والجراثيم والمايكروبات والاطفال والكلام ده كل فان الاربع يجمعوا على ان الست لو قالت كده الجز هيبقى عيب يعني نقلع العلة كلها الجزم ونيجي عند الراجل نقوله لا اتفضل دوس انت بجزمتك وخاصة بقى انت ماشي في الشارع على كل الحاجات الحلوة اللي بنلاقيها في الشوارع وتعالى مشي على السجادة فتقولك لا ده احط له فساتيني الماركات واقوله دوس عليها ايه المهانة دي ايه المهانة دي انت مش شايفة ان ده اهانة ليك ومش شايفة انك بتربي الكبرياء في نفس هذا الانسان وهيبقى عارف ان انت ملكيش ايمة اي حاجة هو عايز يعملها يعملها حتى لو كانت غلط الفكرة هنا انه العيلة بتعيش مع بعض كمجموعة كأسرة بيرب وعدات وتقاليد يعني مثلا انا ما بدخل بيت اولادي انا مش متعودة امشي حافي ابدا عمري ما بعرفش فلما بدخل بيوت اولادي كلهم بيقلعوا الجزم على الببان فجايبين لي انا حاجة مخصوص جنب الباب علشان خاطر البسها هنا دخل فايه وقت اروح اقولهم لا يعني المسألة انه في ناس عندهم مبادئ معينة يتفقوا عليها لكن انت شايف ان الست اللي بتطلب من جوز هيقلع الجزمة عند الباب القيمة بقى هنا في ايه يعني معلش سمحوني بقى انا هقولها الاول مرة ده فلوسه هو اللي جايبها السجادة هدومك وكل حاجة فخلت فلوسه هي القيمة فيما يمتلك منك وتقوليلي ملكة هو مودافع فيك برضو يدوس عليك بقى مش مديك مهر وشابك وبيأكلك وبيشربك ومش عارف وعلى فكرة هي بتتكلم بنفس المنطق يعني ايه ده هو اللي بيصرف ده الراجل اللي التعبان الشقيان الهفتان اللي مش عارف ايه ايه ده ايه المنطق ده الزوج والزوجة سواء اللي اتنين بيشتغلوا او لا اللي اتنين بيصرفوا او لا سواء كانت الستة اللي بتصرف والراجل قاعد في البيت بالعيال ده اللي بيحصل كتير والراجل هو اللي بيصرف والستة قاعدة في البيت بالعيال اللي اتنين مشتركين في نفس قيمة العمل وكم العمل وبناء الاسرة بنفس المقدار فالراجل ومن منظورة انا جاية انا جاية من العصر الحجري ده دور ده دور ده دور ده عصر الجواري ده ملكة ده ربنا سبتكلم على العصر ديش عاليش الان انا مش مسألة عصور يا دكتورة النهاردة بنتكلم في قواعد في تشريعات في قوانين ربانية موجودة وإلزامية حلوة انا مش رب ده خذي بس اللي انا بقول قواعد ربانية وإلزامية يعني يا جماعة عارفين ده تصنيف للمرأة انه انت خرجتي لمزحمة الراجل في العمل عشان كده الستات بيدفعلهم اقل ما بيلقوش شغل في الدول العربية بنفس المقدار الرجالة يعني مليينه لان الفكرة ان هي مزحمة للراجل مش مشاركة للراجل انت ما بتبصش للأمر كمجتمع انت بتبص الراجل ست بس لكن لما بتبص للمجتمع الستات فيهم ستات بيعقولوا عائلات لوحدهم فلازم يطلعوا ويشتغلوا ولو مش بتعقول يا أخي ولو بتشتغل هي وجوزها ما الستات اللي قاعدين دول كلهم والهانم اللي قاعدة تقول جوزك وكرمتك وحطي كرمتك في الكومود ومش عارف ايه ما دي بتشتغل هي ما أنا بتكلم عن الموزيعة دلوقتي بتشتغل هي بتشتغل وشكلها مديرنة خالص وقاعدة بس تعلي على الستات اللي حواليها الغلابة اللي هي بتقول دول بيصعبوا علي والكلام ده كله علشان خاطر تعمل ترند علشان كمان يعني من اللي بسمعه انها تبقى ضد بالزبط اللي بتقولوا ردوة الشربيني لان الستة يكون لها كرمتها مثلا دي ترند كده ودي ترند كده يعني حاجة غريبة معلش أنا عايز اشوف الفيديو الاخير ده واقفل نشوف الفيديو الاخير ما تقوليش كرمتش انا بقيتك كلمة كرمتي كرمتي في الجواز لا كرمت اصولوا كرمتي ودتني عليها مفيش بين سدوجين كرمتي لا اللقطة الكرمتي دي لحاة للجواز لا ايضا لازم الكرامة ولازم الحدود اما هي اساسا العلاقة عايمة على الاحترام حدود اه طبعا حدود ايه حدود ايه حدود طبعا في حدود اه طبعا بصوا بتقولك ايه الكرامة دي تاخدها وتحطها في الكمود انا عايزة اقولك فيه تعريفين للكمود الكمود ده الفكرة الاساسية بتاعته هو كده زي درج خشب كده يتحط فيه السلطانية اللي كانوا ناس بيستخدموها لقضاء الحاجة في البيوت وحاجة تانية اللي ممكن يتقل عليه زي يشوفوا نيرة ولا البتاع اللي بتحط جنب سايت تابل ولا حاجة زي كده كلامك عن موضوع كرامة الست انه يتحط باختيارك انك تحطيها في مكان كده وتقفلي عليه انت فعلا بتحطيها في الكمود بتاع القضاء الحاجة ده لانك خلاص سويتي بكرامتك الانسانية بشيء زي الزبالة كده يعني زي النفاية النفاية الكرامة الانسانية الله بيكرم الانسان وعايز الست والراجل يكون ليهم كرامة وكرامة مش معنى انه اني ازعل على روحي لا اني اكون مكرمة في بيتي واخصوصياتي وعلاقاتي هو وانا في نفس الوقت بصوا الكتاب بيقول كده لانكم جميعا ابناء الله بالايمان بيسوع المسيح لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح فيكم المسيح لا يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر او انثى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع فان كنتم للمسيح فانتم اذا الناس لابراهيم وحسب الموعد ورثة راجل وست عبد حر الزوج الزوجة اللي اتنين من منظور الله ابناءه واحد في عينيه وصلي توبة حقيقية وتغيير حقيقية في وسط هذا المجتمع المحتاج لحلول المسيح فيه في اسم يسوع وصلي امين ترجمة نانسي قنقر